أم محمد فضلي السلام عليكم وعليكم السلام يا ديك العافية شيخ ايات الله شيخ أنا عندي الوالدة كل سنة تطلع زكاة نعم وعندي وحدة من خواتي شوية يعني شوية ضئيلة حالتها نعم فزوجها علي قرضين قرض سيارة اثنين وعندهم مدارس خاصة نعم فعني معاشهم أهم الاثنين يعني ما يكفي لأخر الشهر نعم فتضطر هي تاخذ من الوالدة فيجوز لها أنها تاخذ زكاة الوالدة يعني تحللها الزكاة حقها ولا ما يجوز لا تعطي الأم زكاة لأبنائها وبناتها ولكن يجوز لها أنها تعطي زوج البنت يعني بمعنى أنها تعطي زوج بنتها من المال لا إشكال في هذا الأمر لكن بنتها مباشرة لا يجوز والبنت تأخذ من الزوج كنفقة لا إشكال هذه قاعدة من القواعد احنا عندنا من القواعد التي نسير عليها أن العبرة بالعلاقة الأخيرة و لها أصل و دليل أن النبي عليه الصلاة والسلام أهدي شات فقبلها النبي عليه الصلاة والسلام ثم بعد ذلك ما يتعلق بمرة أخرى أتى إليه أحد و أعطاه شات فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما هذه فقال هي صدقة فقال النبي عليه الصلاة والسلام أننا لا نقبل الصدقة دائما الرسول عليه الصلاة والسلام قال البيت لا يقبلون الصدقة فأخذوا هذه الشات و أعطوها لبريرة أمرأة كانت موجودة بريرة كانت تعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام يحب الكتف فأرسلت للنبي عليه الصلاة والسلام الكتف فقبلها النبي عليه الصلاة والسلام فقيل يا رسول الله هذه من الصدقة فقال عليه الصلاة والسلام هي صدقة لبريرة هدية لنا إذن العبرة بالعلاقة الأخيرة التي تكون بين أختك و زوجها فهي زكاة لزوج ابنتها و نفقة تكون لابنتها ففي هذه الحالة لا مانع أنها تعطي زكاةها لزوج ابنتها و ليس لابنتها مباشرة